اهلا بحضراتكم من جديد نستكمل معاكم اخبار الالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي يعني من يومين احتفل فريق الكرة التقارية سيدات ببطولة الدور العام الحقيقة يعني العلامة الكاملة 66 نقطة من 22 مطش الحقيقة انجاز كبير جدا 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 طبعا فريق بقادة الكابتن الحمد الصافي كان اصلا حسم البطولة من مطشين فاتوا بعد طبعا الفوز على اصحاب الجياد كنا حسامنا خلاص الدوري وكان مطش الزمالك في المبرارة الختمية ايضا كان تحصيل حاصل يمكن تشابه الموقفين مع الرجال والسيدات كان المطش تحصيل حاصل ومع ذلك فوزنا 3 واحد وخلينا اقول لحضراتكم انه يعني في البطولة كلها في الدوري كله في 22 مطش مخسرناش الرأس بأشواط الحقيقة يعني الواحد يعني ما بتناول اخبار كرة الطائرة سواء رجالة والسيدات في النادي الاهلي بيحس كده بايه بعظمة النتائج يعني انا ما بتكلمش عن لعيبة او ما بتكلمش لا بتكلم عن تاريخ طويل جدا او سواء رجال او سيداتهم مش على المستوى المحلي بس على المستوى الافريقى ايضا والحقيقة كاميرا الابطال كانت مع طبعا فرقتنا في لحظة التتويج وصورنا معهم تقرير نشوف التقرير واجه على حضراتكم دي موسيقى موسيقى الف مبروك لجماهير النادي الاهلي للععبين والجهاز الفني لمجلس صدارة النادي الاهلي بقول ان هذا الفريق هو فريق الدهب انا اتشرفت بتدريب هذا الفريق خمسة وعشرين سنة على التوالي فاعتقد ان احنا سويا وبعد ذا يا كابتن حمد الصافي هذا الفريق عامل انجاز تاريخي هو المحافظة على الدور المصري تقريبا من حوالي سبعة وعشرين سنة يعني وديه اعتقد لو احنا جرينا وراها وحاولنا ان احنا نوصق هذا الكلام في مصرورة جينش اعتقد انه ممكن توصقها فده العادي الف مبروك بقول ان فريق محترم عشان يحسن البطولة قبل نهايتها بعد ثلاث جولات ده بيأكد الرياضة وبقول ان احنا يجب ان احنا بسرعة نرمي البطولة دي ورا دهرنا ونستعد البطولة كاس مصر على طول في خلال ايام لان احنا تملي اول ما مخلص بطولة بننسى على طول البطولة ونستعد البطولة اللي بعدين دور السنة دي دور صعب يعني مرنا بظروف صعبة جدا اول حاجة المنافسة كانت صعبة لان كل الفرقة تريبا مدعمة كويس جدا السنة دي سبورتينج والزمالك والسيد اول مرة تبقى منافسة ربعية على الدوري دايما كنا بنشوف الدوري السيدات بتاع الطير بيبقى فريتين بس لا السنة ده ربع فرقة بتنافس عليها فدعم القوة ومنافسة على الدوري بالاضافة طبعا للتوقف التويل بتاع كورونا طبعا جاء برضو اثر على مستوى البنات بس الحمد لله رجعنا وقدرنا واحدة واحدة المستوى اللي أقل بدنية والفنية يرجع تاني ودخلنا في المباريات واحنا كنا حارسين جدا ان احنا ان شاء الله بإذن الله يعني ما نتلقاش اي هزيمة في الدوري الحمد لله اخدنا العلامة كاملة بندي الفوز للجمهورنا ومجلس إدارة النادي بتاعنا والنادي بتاعنا وبنقول لهم ان شاء الله بإذن الله نقدر نحسم البطولة التانية بإذن الله لأسبوع الجاي ويبقى بطولتين للهدية للجمهور بإذن الله الحمد لله عرفوز وان احنا قدرنا نحسم الدوري بدر دي كانت مجهودة على طول السنة ان احنا قدرنا نحافظ على مكسب كل المباريات اللي يمكن الفرق التانية واقع في بعض شوية الحمد لله كمان بالزات ان احنا رجعنا بعد فضل التوقف طويلة الموضوع طبعا ما كانش سهل بس قدرنا نرجع بسرعة الجو المطشاط وطبعا ما تش النهو ده كان مطشي اعتبر صعب تلاتة واحد والجماعات مقفولة معهم اتنين محترفين مستوهم عالي يمكن احنا المحترفة بسبب زروف الكورونا جاءت متأخش شوية هما كانوا فضلوا هنا في مص بس الحمد لله ان احنا قدرنا ندرسهم كويس وقدرنا نخلص المطش الحمد لله احنا نزلنا نهاردة مركزين قوي الفرقة كويس قوي زمالك مدعمين بمحترفتين كبار كويسين قوي فاحنا فضلنا مركزين حتى ما كانش فارق معنا يعني المطش قوي بس لقى كنا لازم نكسب ولازم نكسب زمالك عشان ده بالنسبة لقالي حاجة جبيرة والحمد لله قدرنا ناخد البطولة من غير والاخصار مطش صعب يعني بالنسبة لانهما منافس قوي قوي وطبعا يعني دايما في حتة اهلي وزمالك بس الحمد لله احنا كسبنا يعني وحصلنا على الدوري مطش الزمالك دايما بيكون لي حسابات تانية حتى لو كان مطش تحصيل حاصل او لقى فاحنا الحمد لله استعديننا كويس نزلنا كأنه نهائي دوري مش ان احنا حاسمين الدوري او حاجة والحمد لله قدرنا ننفذ اغلب تعليمات كابتن حمدي والحمد لله يعني قدرنا نكسب مطش اهلا بحضراتكم من جديد الف مبروك لكرة طائرة طبعا سيدات انجاز كبير يمكن كابت رقوف تكلم في اول التقرير والحقيقة لكابت رقوف كان شرف طبعا بتدريب هذا الفريق فترة طويلة وكان من احد المساهمين في حصول عدد بطولات كبيرة طبعا الفريق ده فريق يعني فتيات الزهب واسم على مسمى الحقيقة الف ملون مبروك ونتمنى لهم طبعا حصد المزيد من البطولات نروح لتينس الطاولة